الدولة هتفضل طول الوقت تعمل كل حاجة ممكنة علشان تحافظ على مستويات الأسعار في إطار الممكن في إطار الممكن هنا على الطرفين إطار الممكن أي قدرات الدولة وما فيش دولة بتقدر تعمل محافظة على السعر أو تقدر تسيطر على كل الأسواق كل المتاجر كل المحلات كل المنافس مش حاجة اسمها كده ما حصلتش في الدنيا ومش هتحصل عشان بس إنه بقى متفقين إلا لو كل حاجة ملك الدولة وإنتو مش عاوزين كده صح؟ أنا عايز كده بس ده موضوع تاني طيب الحاجة التانية هي إنه في حاجة اسمها الممكن بتاع إيه؟ بتاع القدرة الاقتصادية أو قدرات المواطن على الإنفاق طيب حضرتك ليك دور أنا بقولك أهو اللي انت شايفه غالي عند تاجر جشع أرجوك ما تشتريهوش أرجوك أصل إيه هي اللوازم الأساسية بتاعتك؟ أكلك وشربك فطورة الكهرباء فطورة المية فطورة الغاز مثلا بنزينة العربية تذكرة المترو أو الأوتوبيس أو 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 في حاجة تانية أساسية هتيجي تقولي الملبس هقولك هو أساسي بس عملياً لو أنا افترضنا البنتلون ده عندي سنة و أنا لازم أشتريه وحد بكرة يعني؟ لا مش لازم مش هو كويس؟ العربية بتاعت حضرتك تعباك في حاجة؟ مش تعباك بتصينها مظبوط وبتحفظ عليها؟ مش لازم تغير العربية التلاجة بتاعت حضرتك كويسة المدام تيجي تقولك والنبي عايزين بقى نشتري التلاجة اللي هي بتعمل مش عارف إيه ولما تفتحها بتعمل مزيكة قولها معلش إن شاء الله السنة الجاي البتجاز أنا عايز البتجاز اللي هو بيتحط مش عارف في وسط الدوليد بتاعت المطبخ بلت إيه؟ معلش حلو جميل البتجاز بتاعنا لبيض بتاعنا صانع الحرب إيه؟ ده لو كنت أنت لسه محتفظ بيه يعني ما هو بتجاز وبيطبخ ما فيهوش مشاكل اللي حضرتك شايفه مش ضروري ما تشتريهوش التجر الجشع أنا هنا بحدد التجر الجشع غصب عنه هينزل بالسعر ليه؟ أقولك البضقف فيه مثل كده عند التجار يقولك إيه؟ القرش صياد صح؟ مش القرش صياد القرش يجيب سيادتك القرش هو الصيادة حبيبي التجر ده جشع مفتري مزود في الحاجة 40 و50 و60% ما تشتريهاش هو دفع تمانها من المصنع للمستورد زي ما يطلع قاعد عنده في المخزن وقف عليه بخسارة هينزل بالسعر هينزل هينزل أراد إن لم يريد هينزل ومن غير ما حد هيقوله عمل حاجة هينزل وما لايعمل فيها إيه؟ هو هيكل عيش منين؟ هيفتح بيته منين؟ ما لازم يبيع فعشان يبيع لازم يبيع بالمعقول لازم التاجر يبيع بالمعقول عزيزي التاجر إن كنت جاشع عن اتقل لا وبيع بالمعقول عشان الناس هتقطعك وبالمناسبة لو ما كانتش المقاطعة طواعية هتبقى المقاطعة جاية عشان خاطر أنا ما عايش فلوس هدفعي الكلام ده ده منتهى البساطة فهتيجي مقاطعة تلقائية فما تتسببش لنفسك بإن بضعتك تخلل عندك تصدي عندك هتكلها الرطوبة وإنت بتدفع في الآخر خالص إيه؟ إيجار المحل والكهرباء والعمال إلخ إلخ خليك ناصح وانزل بالسعر وإنت كمواطن نازل يشتري خليك ناصح اللي مفيش منه ضرورة ما تجيبوش إن شاء الله عنه مجيه هيحصل إيه يعني الدنيا هتضطرب لو ما جبناش التلاجة الديجيتال والبتجاز البلت إن والدنيا هتضطرب لو ما غيرناش العربية يا سيدي سيبك من كل ده سلعة لبسك حلو جميل غير مهترق كل سنة وإحنا طيبين حافظ عليه أنا مش بقولك الكلام ده إن إحنا يا جماعة يلا بينا ونشد الحزام ونعيش في قحب لا إحنا نشغل مخينة وبالمناسبة يعني الأوروبيين أقل لمجتمعات الأرض استهلاكا أوروبا أقل لمجتمعات الأرض استهلاكا ودول مين أوروبيين بتوع السترليني واليورو بروح ترجمة نانسي قنقات Samsung